محدش فينا ما يحبش المقارنات المقارنات هي اللي بتبين الفروق بمنتج ومنتج تاني يعني اشتري انتل ولا ايه اميدي اشتري انفيديا ولا ايه اميدي اميدي دخلة في زوق بساهمين وبعينا على الذران behind components نقول اشتري PC ولا لابتوب زي ما وضحت فحلقة فاتت Zuippe زي ما وضحت في حلقة فاته هتطلع لك من الاي هنا اللي كان اسمها اشتري PC ولا اشتري لابتوب استعرضنا مع بعض اهم مميزات اللابتوب واهم مميزات ال PC واهم العيوب للاتنين واللي اكتشفناه ان البي سي بلا عيوب الا سهولة التنقل لكنه الافضل سعر والافضل اداء ومواصفات ودرجات حرارة يقل واهمهم مرونة التحديث اللي هتخدم على المواصفات والاداء ودرجات الحرارة في حين ان اللابتوب بيواجه شوية مشاكل زي الاداء ودرجات الحرارة اي نعم بتتحلم على الوقت لكن لسه قدامه شوية عشان يكبر ويعرف يتكلم مع البي سي ومن هنا يبقى البي سي بالنسبة لك وبالنسبة لنا شغل لعب جد والاختيار الاول والاخير مدام نقطة الحركة مش فرق معاك الا طبعا الزيفروس اس ده سعرا واداء ومواصفات ومميزات ودرجات حرارة وشكل لما كان خاصة ممكن تشوفها من الاي اللي هتطلع لك هنا لكن يفضل قدام البي سي عائق واحد بس او مقارنة واحدة بس في الهيمنة على سوق الالعاب مقارنة واحدة بس اصاب اجهزة الالعاب او ما يعرف بالكونسول الحلقة اللي كتير منكم مستنيها وبما اننا على عتبة جيل جديد من الكونسولز فكان لازم نقارن بينهم ونشوف مين فيهم الاحسن لا شك ان الكونسولز الفترة الاخيرة بقت الملازل الاخير لحد ملوش في مجال الهاردوير او عملية تجميع الاجهزة وخايف وهو نازل يروح يشتري جهاز ليتضحك عليه وده عشان مش متابعنا او نقدر نقول انه متابعنا عادي جدا بس مش عاوز يوجع دماغه بمين احسن من مين وليه دي وليه مش دي فهو عاوز جهاز عشان يلعب عليه وخلاص من غير ما يخش في تفاصيل كتير وهنا بقى بيتجلى موقع الكونسولز في احسن صورة لي فخلينا نفترض اننا لو معايا ميزانية من 500 ل700 دولار اشتري بي سي ولا اشتري كونسول خلينا نبص على الموضوع من اكتر من زاوية الزاوية الاولى هي الفيجول والاداء الكونسول ما هو الا كمبيوتر حجما اصغر شكله اشياء عليه اوبرياتينج سيستم معين ومحمي بشكله معين ومع الوقت حمايته بتتكسر وبيدعم الالعاب بامتدادات مختلفة عن البي سي يعني من الاخر كده فيه كارت شاشة بروسيسور ورامات واتش دي دي واحيانا الناس بتستبدل الاتش دي دي باس اس دي عشان اللودنج تايم الفضيع للالعاب على الاتش دي دي واللي في بعض الاحيان بيسبب مشاكل مع بعض الالعاب لان الداتا مش هتظهر بنفس السرعة اللي متماشية مع سير احداث اللعبة المهم ان المكونات طبعا مش بنفس الاداء او بنفس مواصفات البي سي لان لو افترضنا انها هتكون بنفس المواصفات هنلاقي مشكلة درجة الحرارة مرة تانية اللي هتحتاج في الحالة دي تبريد اعلى فهيكون حجم الجهاز اكبر المهم انك لو بسيت على كونسول زي الاكس بوكس وان اكس هتلاقيه ان بكل الاعتاد اللي فيه وقدرته على تشغيل العاب على ريزيولوشن ألترا اتش دي نيتف هتلاقيه بينتج كم من المعالجة يقدر بستة تيرة فلوبس المنافس ليه البي اس فور برو بينتج اربعة واثنين تيرة فلوبس وهو بشغلش نيتف هو بيعمل اوب سكيل للعبة لو خدنا الاقرب حاليا من كلوت الشاشة هيكون الجي تي اكس 1660 وده بينتج خمسة تيرة فلوبس الجي تي اكس 1660 على حسب النتائج اللي هتبالق قدامك في العاب من نوعية تريبل ايه هتلاقي ان الكارت على ريزيولوشن 1080 بي كسر حاجز الستين فريم وده طبعا على اعلى اعدادات للالعاب نيجي بقى للنحية التانية الكونسول حتى وان كان بيقدر يجيب الستين فريم على الالف تمانين بي وده اقصى ليمت لي والستين فريم مش في كل الالعاب في بعض الالعاب بتكون اقل شوية واحيانا بتكون نفس اللعبة بتكون الفريمات فيها متغيرة من مشهد لمشهد تاني لكن افترض انه بيجيب الستين فريم لو بصيت على الجرافيكس بين التلات منصات لنفس اللعبة وعلى نفس الريزيولوشن هتلاقي اختلافات في الجرافيكس ده بغض النظر عن تقنية الريتريسنج اللي حتى الان فكرة تواجدها لسه مبهمة في الكونسول اي نعم فيه تصريحات عن امكانية توفرها بس لازالت مبهبة الكونسول ما بيدكش حرية التغيير في الاعدادات على عكس ما بيحصل في البي سي يعني لو جيت نزلت في اعدادات ما تأثرش على الكواليتي او نقول هنعمل كواليتي قريبة من كواليتي الكونسولز هنلاقي معدل الفريمات هيزيد واللعبة هتكون سلسة اكتر الزاوية رقم اتنين ان البي سي هو المهيمن على عملية تعددية المهام او المالتي تسكنج على عكس الكونسولز الفقيرة جدا في الموضوع ده لان مهمتها الاولى والاخيرة هي انها بس تشغل الالعاب وفي بعض الاحيان ممكن تستخدمه كمنصة طرفيهية في عرض افلام مسلسلات وما الى ذلك طبعا البي سي في كل الاحوال بيعمل كل دول باقل مجهود ممكن وضيف على كده انك ممكن تستخدم البي سي في شغلة زي تستخدمه في الجودة عالية وده عشان عتاد الهاردوير اللي موجود حاليا بيقدر يقوم بعملية الانكودينج بشكل ممتاز ولو شايف ان موضوع الانكودينج مش حاجة مهمة ممكن تشوف ده في انكودر انفيديا الجديد اللي موجود في كروت تيورنج اللي هيخليك بدل ما تستريم من على جهاز وتلعب على جهاز منفصل هتعمل الاتنين مع بعض وعلى جهاز واحد وكمان هتاخد كواليتي كويسة طبعا تقدر تعمل كده على الاكس بوكس والبلاي ستيشن بدون اي مشكلة وتستريم ديريكتلي من عليهم وتلعب بس خلي بالك ان عتاد الهاردوير اللي موجود معمول على قد الالعاب وعلى قد السعر اللي انت هتدفعه مش اكتر من كده فلو هتعمل من عليه ستريم تتوقع ان الكواليتي تكون سيئة طبعا انت مستغرب اما للناس اللي بتستريم العاب حصرية مثلا على الكونسولز او بتسجل الالعاب دي بتعملها ازاي هنا بقى بيتبالور دور البي سي مرة كمان في الحالة دي عشان تستريم من على الكونسول بتحتاج حاجة اسمها كابشر كارد عشان ياخد الفوتج من البلاي ستيشن او الكونسول بقى عمتا ويديها للبي سي والبي سي هو يقوم بعملية الستريم والتسجيل واللعب بيكون من على البلاي ستيشن الزاوية التالتة الابجريد او التحديث حتى الان هي ميزة مش موجودة في الكونسولز ولا في اللابتوب وما اعتقدش انها هتكون موجودة في الجيل اللي جاي ولو هتكون موجودة اعتقد انها هتكون مقتصرة في انك تفاضل ما بين SSD ولا HDD ده على افتراض ان الجيل الجاي على حسب التسريبات مكانش جاي بSSD اورادي في البي سي الموضوع واخد منعطف تاريخي يا فندم انت تقدر تغير بروسيسور او منصتك تسمح ترفع رامات مساحة وسرعة تغير او تريف SSD مع الهارضات مش هارض واحد بس او تحط اتنين SSD وتعمل ما بينهم ريد وتاخد سرعة اعلى في الكتابة والاراية او تغير عم الالعاب كارت الشاشة وتاخد اداء اعلى من الكارت القديم لكن في الكونسول هيفضل الوضع كما هو عليه ولو في لعبة نزلة على البي اس فور ونفس الوقت نزلة على البي اس سري مع بعض هتلاقي فيه داون جريد رهيب في جودة الجرافيكس عشان تتماشى اللعبة مع الهاردوير القديم اللي موجود في جهاز زي البي اس سري وده مثال كان موجود فقلا في لعبة شادو اوف موردر طبعا الكلام ده مش في البي سي احنا عندنا اللعبة يا تشتغل يا ما تشتغلش ولما تشتغل والهاردوير عندك قديم الاعدادات بتكون رايحة في ده يا يمكن دي الاسباب او الزوايا الاولى اللي ممكن تعتمد عليها لما تيجي تقارم بين الكونسول وبين البي سي لو محتار بينهم وناوي على انك تشتري واحد منهم في الاجازة او الاثنين مع بعض لكن فيه نقطة مهمة جدا وهي السعر لا شك ان الكونسول زعمتا سعرا هي ارخص من حيث الجهاز مش من حيث الالعاب لاني اعتقد ان الالعاب سعرا متقربة جدا من بعضها في حين انك في الوقت الحالي على البي سي عندك منصات الالعاب ستيم ويبك جيمز شنين حرب على بعض يتاكلوا الاخضر باليابس بالقالع باللابس كل واحد عاوز يأكل من التاني على قد ما يقدر وبقى عندنا دلوقتي استورز بتحتكر الالعاب لنفسها طبعا اورجينز ويوجلي عاملين من بانها وده على المدى الطويل احسن لان المنافسة عامتا بتخلق اسعار افضل ده غير السيلز اللي بتنزل على الالعاب كل فترة واحيانا بتكون الالعاب في باندلز مع بعضها واحيانا بيكون عندنا كروت شاشة جاي معها لعبة او اتنين او تلاتة فلو افترضنا اننا عاوزين نعمل بي سي كويس سعرا مقابل اداء للالعاب وشغل على ريزولوشن زي الفول اتشري انا بعد ما تعمقت شوية في ادغال الهاردوير لقيت ان في الوقت الحالي ان رينجي ميزانيتك بيبدأ من خمسمية لسبعمية دولار يعني دي المواصفات الافضل في الوقت الحالي بكارت زي الجي تي اكس الف ستمية وستين مثلا للالعاب من نوعية الاي سبورس او التريبل اي التجميعة دي انت ممكن تعدل عليه يعني الرمات ممكن ترفعها لستاشر لو ميزانيتك تسمح ممكن تحط اس اس دي زي الاس اكس ستة الاف برو من نسخة ماتين ستة وخمسين جيجا ده طبعا لو الميزانية برضو بتاعتك هي تسمح طبعا لما تقارن بين التجميع وبين الكونسول سواء الاكس بوكس وان اكس او البي اس فور برو هتلاقي ان من حيث السعر الكونسولز لازالت ارخص بكتير ضيف على كده انك مش محتاج كيبورد وماوس وهيت ست وماوس باد وشاشة على الاقل يكون ترددها مناسب للفريمات اللي هينتجها الكارت عشان تاخد التجربة الافضل من البي سي وده طبعا هيقع عليك بتكلفة مادية اكتر من السبعمية دولار وده السبب اللي بيخلينا دايما لما بنحط سعر تجميعة بتكون بس الجهاز مش السطب كله لو عايزنا بقى نضم القطع دي كلها مع بعض فحلقة جاية قولينا تحت في التعليقات على بقى الناحية التانية الكونسول جاي بالكنترولر يعني مش محتاج اكتر من شاشة فيها اتش دي ام واي وهي جاية بالسبيكر وده غالبا اللي موجود وعندك البور من الفيشة واللعبة وهتوعد على الكنبة وتلعب وممكن تجيب سماعة عشان شوية قصصية بس لازال مش بنفس التكلفة المادية بتاعة البي سي فالكونسول في نقطة السعر هو الافضل والارخص بس مقابل السعر الارخص ده انت هتضحي بحاجات كتير منها الاداء الفيجول المالتي تسكينج الابجريد واحيانا اسعار الالعاب في المقابل انك هتوفر في السعر كتير كسعر الجهاز بس ويتشتري جهاز مكتصر على الالعاب وعلى الترفيه من حيث الافلام والمسلسلات واعتقد ان نادلا ما بيكون في حد بيستخدم المنصات دي في اخر نقطة لان دلوقتي ما عندنا السمارتي تيفيز بتغني عن الكلام ده في نظام منفصل تماما عن اي جهاز وعن اي توصيلات تانية الخلاصة ان البي سي بيفتح لك مجالات كتير اكتر من الكنسول تقدر تستخدمه كجهاز الالعاب وتقدر تستخدمه كجهاز طرفيه تقدر تستخدمه في شغل الملتاج وشغل المودلينج او صناعة الالعاب لان من صخريات القدر ان الالعاب اللي على الكنسولز برمجتها وتصميمها بيتم على البي سي تقدر تستخدمه في دراسة زي ما طلاب هندسة بيعملوا فاستخدامات البي سي كتيرة ولو انت مش من محبي الكيبورد والماوس في الالعاب فما فيش اي مشكلة انك تجيب كنترولر اكس بوكس او بي اس فور وتلعب مع ان التجربة الافضل دايما بتكون للكيبورد والماوس من حيث السرعة والاستجابة اما لو عاوز جهاز علعاب بس هيكون الكنسولز بس لازم تكون عارف انك هتضحي بحاجات كتير وهتضطر بعدين تلجأ للبي سي او اللاب توب بشكل من الاشكال مش عشان الجيمينج لكن على الاقل عشان الاستخدامات التقليدية مش معنى كده ان الكنسولز حاجة وحشة بالعكس انا اكتر نقطة بتعجبني بصورة شخصية في الكنسولز وبالاخص البي اس او البلاي ستيشن هي الحصريات وقدينا شفنا جضو فور عملت ايه وكانت عاملة ايه وبخصوص النقطة دي انا عارف ان في حد عيجي يقول لي ان الجرافيكس في اللعبة كانت خرافية اقول له صح لان مطور اللعبة هنا حطت في باله اعتاد الهارد وير بتاع البي اس فور بمختلف طبعا عنواع فكان عامل حساب ازاي يستفيد بالاعتاد ده عشان يقدر يقدم فيجول افضل ما يمكن فدي نقطة لصالح الحصريات انها عشان الجهاز ده وعشان الهارد وير ده بس ده ما يمنعش ان الاكس بوكس ليه حصريات بس هو جهاز من مايكروسوفت زي ما الويندوز هو سيستم من مايكروسوفت يعني اللي على الاكس بوكس على البي سي فالمواجهة دلوقتي بين البي اس والبي سي ولا زلت برجح البي سي فوق البي اس او الكونسولز عن بتا حتى لو صحت المعلومات اللي ظهرت الفترة الاخيرة واللي فيها مواصفات اللي حد ما هتمكن الكونسولز انها تخش في مجالات اكتر من الجيمنج زي الستريمينج بما ان المعلومات بتقول انه احتمال يكون متاح ببروسيسور رايزن من الجيل الثالث بعد التمن انوية اللي هيكون كفاية للالعاب وفي نفس الوقت فحتى الان نقدر نقول ان الحيمنة والسيطرة في الاداء والفيجول والتحكم وتعددية الاستخدام لصالح البي سي حتى وان كانت تكلفته اعلى فمجالات استخدامه اكتر بكتير وانواعه اكتر زي المحتوى اللي موجود عندنا على القناة اللي هتلاقيه بيجيلك بي نتوفكيشن لما حلقة جديدة تنزل طبعا بعد ما تامل سبسكرايب للقناة ولايك لو حلقتنا عجبتك ورأيك تحت في التعليقات عن الحرب اللي بين البي سي والكونسولز وإلى اي فريق انت تنتمي وكالعادة اشوفكم في الحلقة اشتركوا في القناة